بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة تكامل بعض الدواء المسلسية الشهيرة اللي ممنع تكاملها إلى الآن كمثال على ذلك دالة التنجنت ودالة الكو تنجنت ودالة السك ودالة الكو سك فكيف يتم حساب قيم التكامل إن جواب على هذا السؤال يُعطى بالنظرية التالية يقول إن تكامل التنجنت يساوي سائل بالقرتم الكو سك إن تكامل كو تنجنت من أين جاءت هذه النظرية لو جينا إلى هنا إن التنجنت بإعادة الكتاب يكتب على شكل ساين إكس على كو ساين إكس بي دي إكس لو وجدنا هنا أن البسط هو مشتق المقام لو أخذنا الكو ساين واشتققناه فنحصل طبعا هنا عندي أربع طرق للتكامل نرجع ونذكر فيهم أول طريقة الخواص مستحيل لأن العمل يقسمي ثاني طريقة إعادة كتابة لا يوجد أي شيء يعيد كتابته ثالث طريقة تغيير الأسماء لا توجد أي شيء إذن ما علي غير أن أفكر فيه البسط مشتق المقام لو أخذنا المقام واشتققناه إن مشتق المقام مشتق الكو ساين هو سالب ساين عندي في البسط ساين أحتاج إلى سالب إذن نضرب بسالب ونقسم على سالب فنحصل على البسط مشتق المقام فالجواب هو لغيرت من المقام زائد سابت إذن فأحصل على هذا الجواب نفس الطريقة تماماً الكو تنجنت هو يكتب على شكل كو ساين على ساين طبعاً هنا البسط لو أخذنا المقام اللي هو ساين اشتققناه بطلع معي الكو ساين فإن البسط مشتق المقام فالجواب سيكون ساين إكس لغيرت من المقام وهذا هو المكتوب هنا أخيراً ما هو السيك؟ إن تكامل السيك أيضاً شهير فهو لغيرت منه سيك زائد تنجنت من أين جاء؟ لو أن السيك يمكن كتابته إذن هذا لا بإعادة كتابه له طريقة سيك ضرب واحد ونفسه سيك بدي اكس الواحد ممكن أكتبه أي مقدار تقسيم نفسه فإذا كتبت السيك الواحد بالشكل التالي هو عبارة عن سيك زائد تنجنت تقسيم سيك زائد تنجنت سيك زائد تنجنت طبعاً حاصل قسمه هو عبارة عن العدد واحد بدي اكس الآن لو ضربنا البسط بالبسط والمقام بالمقام فنرى أن سيك بسيك هي سيك تربيع زائد سيك بتنجنت على سيك إكس زائد تنجنت إكس بدي اكس لكن هنا إذا أخذنا المقام اللي هو سيك إكس زائد صديقه تنجنت إكس وسميته يو الآن اللي نشتق هذه مشتق السيك هو كما نعلم نفسه ضرب تنجنت زائد مشتق التنجنت شهير هو سيك تربيع ونضرب الناتج بدي اكس لو جينا إلى هنا لو وجدنا أنه هذا ما هو إلا البسط إذن هذا ما هو البسط يعني هو دي ايو والسيك بدي اكس هي لو جارتم سيك زائد تنجنت بالنسبة للكوسيك أيضا ممكن أقول إن الكوسيك إكس ضرب واحد بدي اكس الآن الواحد فيني أكتبه إذن هذا كوسيك إيكس ضرب الواحد الواحد بحسني أكتبه كوسيك نائس كوتنجنت تأسيم كوسيك نائس كوتنجنت الآن وأضرب الكوسيك وأخذ المقام أسمي يو طلع ما يديعه علي يو وبتالي لغارت من يو إذن هذه نظرية هامة تعلمنا فيها تكامل تنجنت والكوسيك والكوسيك نضيف هذه الأربع تكاملات إلى ورقة التكاملات الشهيرة شهيرة فيصبح عندي كان عندي سابقا عشرة زائد أربعة أربعة عشر واحد شهير إلى الآن نأخذ كمان أمثلة وأوجد قيمة تكامل إكس بكوتنجنت إكس تربيع بدي إكس طبعا من الواضح أنه عندي هون كوتنجنت ليس لإكس وإنما لإكس تربيع إذن هدول دالتين الكوتنجنت دالة والإكس تربيع دالة أخرى فأستخدم طريقة تغيير الأسماء فأسمي الإكس تربيع هي يو عند إذن الديو هي 2 إكس بدي إكس نقسم على 2 فنصف ديو يساوي إلى إكس بدي إكس ولو جينا إلى هذه العلاقة وعوضنا فنحصل على تكامل بدل الإكس بدي إكس نحط هو ديو بدل إكس بدي إكس هو نصف ديو وبكوتنجنت اليو بصير معي نصف كوتنجنت اليو إذا وهذا ما هو إلا نصف كوتنجنت طبعا تكامل كوتنجنت شهير ممكن نحطه هو عبارة عن لغارتم ساين إذن نصف لغارتم ساين يو زائد سابت التكامل لكن من هي اليو؟ اليو هي إكس تربيع إذن فالجواب هي نصف لغارتم ساين إكس تربيع زائد سابت التكامل هذا مثال بسيط على هذه ممكن أن نأخذ مثال آخر لو أليح سبتكامل صفر لباي على 2 لتنجنت إكس على 2 طبعا لو وجدنا هنا لو وجدنا أنه تنجنت هي دالة والإكس على 2 دالة أخرى فتحتاج إلى تغيير الأسماء فإذا سمينا الإكس على 2 هي زائد يو فالدي يو هي نصف دي إكس الآن نخلص من النصف نضرب الطرفين باتنين اتنين دي يو يساوي إلى دي إكس هاي غيرنا الأسماء الداخلية نغير الأسماء الخارجية الإكس هي صفر والإكس هي باي على 2 الآن هذا يؤدي الدي يو اليو ماذا تصبح صفر تقسيم 2 ويساوي إلى الصفر واليو في الحالة الثانية يساوي بي على 2 تقسيم 2 ويساوي إلى باي على 4 إذا نتصبح حدود التكامل من الصفر نعوض فنحصل على تكامل بدل الصفر بصير صفر وبدل باي على 2 بصير باي على 4 تنجنت يو الدي إكس هي 2 دي يو إذن هي 2 بدي يو ولكن التنجنت شهير تكامله هو عبارة عن طبعا 2 تكامل التنجنت هو كما وجدنا هو سالب لغارتم كوساين يو هذا نضعه من الصفر إلى باي على 4 نعوض أولا في باي على 4 ثم نعوض في باي على 4 ثم في باي على 2 وبالتالي نحصل في الصفر ويساوي إلى سالب 2 لغارتم كوساين باي على 4 هو الجزر 2 على 2 أو 1 على الجزر 2 ناقص عوضنا بالصفر لغارتم كوساين الصفر هو واحد إذن ناقص صفر وبالتالي هذا سالب 2 لغارتم 1 على الجزر 2 بنكتب على شكل لغارتم الواحد سالب لغارتم الجزر 2 لكن لغارتم الواحد هو صفر بابقى معي سالب 2 مضروبة بقوس سالب لغارتم الجزر 2 طبعا السالب السالب بصير موجب بصير 2 بلغارتم الجزر 2 بصير معي 2 بلغارتم الجزر 2 ولكن من خواص اللغارتم القوة طبعا إذا كان عندي 2 ضرب لغارتم ممكن أطلع الـ 2 أطلع الـ 2 وأعطي علىها قوة يعني هذه تكتب بالشكل لغارتم جزر 2 للتربيع ولكن الـ 2 والتربيع بتروح مبعض ومعي لغارتم 2 مثال آخر احسب قيمة تكامل E plus 2 X بSic E plus 2 X بTX لو واحد طلع هنا لو وجد أنه عندي Sic هي دالة وعندي E plus 2 X هي دالة أخرى وبالتالي هدول دالة في قلب دالة إذن طريقة هي طريقة تغيير الأسماء فإذا رحنا وسمينا الـ U هي عبارة عن E plus 2 X هذا يؤدي الـ U يساوي طبعا هذا على السلسلة نشتقى نشتقى الخارجية هي E plus 2 X نشتقى الـ 2 X مشتقى هو 2 BDX نخلص من 2 فنحصل على نصف D U يساوي إلى E plus 2 X BDX الآن لو جينا إلى هذا التكامل وعوضنا بدل E plus 2 X BDX بدل هاد نضع تكامل D U مضروبا بنصف إذن بدل E plus 2 X BDX وهاد Sic U ولكن Sic U من التكاملات الشهيرة تكامل السك هو لغارتم سك نفسه زائد صديقه تنجنت زائد ثابت التكامل الآن نعيد الـ U إلى سيرتها الأولى الـ U هي E plus 2 X فنحصل على نصف لغارتم Sic E plus Sic E plus 2 X زائد تنجنت E plus 2 X زائد ثابت التكامل وهذا اللي حصلنا عليه هنا بهذه الطريقة أيضا لو أخذنا مثال آخر على هذه لو أخذنا ما هو تكامل هذا المقدار طبعا لو شفنا الدالة المستكملة إن الدالة المستكملة يمكن بإعادة الكتابة أن أكتبها بالشكل التالي لو فكينا الأقواص لحصلنا على مربع الأول سالب 2 الأول في الثاني زائد مربع الثاني الآن من خواص التكامل يوزع للأول والثاني والثالث تكامل كوسك للأول بـ DX سالب 2 تكامل كوسك للثاني بـ DX زائد تكامل واحد بـ DX هي DX لكن كوسك تربيع شهيرة وأخذناه في البدايات هو سالب كوتنجنت X سالب 2 تكامل الكوسك أيضا شهير هو عبارة عن لغاريتم نفس الكوسك سالب صديق الكوتنجنت والـ X تكامل أيضا شهير DX تكامل شهير هو X زائد ثابت التكامل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته